السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. إرتأيت أني نقدم وضعيات إدماجية لسنة الرابعة متوسطة. الوضعية الأولى حول التمييز العنصري. يعلم؟ لا تعيش للم LastOW 했는데 يطيرا لعنتك على الحقان. أي منذ والش Напاوش انتعطي اعطي ن��رة بالأرج application. في الحسن الثفيل نعطينا الواقعين بك broca table وشأل سيجاد لعنتك. ها هو التميز العنصوري هو تصرف مبني على الرفض وحقد ولا بغض الاخرين سيبان؟ فوتل لكمباتر وماذا؟ هنا سؤال هل يجبنا نحر بو هاد يعني لفليو نقدر نقول لكمباتر ونقول لفليو كيف كيف؟ لكمباتر نحر بو ولي ماذا؟ pourquoi؟ نقول للمقرأ 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 جهاز في موسيقى انسوتي يلغادر لإنغالطة وإنزل في اوضح ماهو تتقبلة إليه هدا العجال يشاركا إنكار يشاركا هناك جميع الماهمة للاك بعض الولي ماتقبلش ديانة أخرى إلا ديانة تحكم هناك من الجنسورية سترسل لتاكركي و هذا الوحداث التفريقاء و التمية الجنسورية أولا هذا المتدع في الانسوري وال человека ويشاركا يشاركا وخيرا وآخيرا العنصورية والاتميز العنصوري يؤدي إلى عدم الاستقرار وإلى المشاكل والإترابات في المجتمع في مجتمع وإلى المشاكل والاتميز العنصوري يؤدي إلى عدم الاستقرار وإلى المشاكل والتفريقى نعود نقرأ لكم غير بشوية نقرأ بلوش نقرأ للمشاكل والتفريقى وإلى المشاكل والاتميز العنصوري يؤدي إلى عدم الاستقرار وإلى المشاكل والاتميز العنصوري نقرأ للمشاكل والتفريقى ويمكن ندلكم وضعية حول العنف العنف يعني كيفاش نحاربو العنف اللي هي والسلام عليكم